من البركة أو من بركات الذكر أيضاً تقوية القلب وهذه أيضاً من الأمور المهمة لأن القلب قد يضعف لا يضعف القلب الحسي الذي ينبض يضعف القلب المعنوي تحصه هناك يعني انقباض عن الصلاة انقباض عن الذكر انقباض حتى عن أعمال الدنيا كسل الذكر يقوّل قلب لأمور الدنيا ولأمور الآخرة بتحصله نشيط ويقوّل قلب في الأمر المعروف أني على المنكر في عمل الصالحات في طلب العلم في التأليف في كذا في مساعدة الناس لأنه ينشرح صدره ويقوّل أيضاً على الصلاة والخشوع فيها كل هذا من بركات الذكر كذلك من بركات الذكر زيادة الرزق بإذن الله تعالى فورد في الحديث أن العبد يحرم من الرزق بسيب ذنب أذنبه فما دام كذلك فبالعكس الذكر يقلب الرزق والله تعالى يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقاً فالصلاة ذكر لا نسألك رزقاً ففي ذلك دلالة على أن الذكر وما شابهه من أسباب الرزق من أسباب البركة في الرزق ثم أيضاً من بركة الذكر لأعانى على التوبة وهذا من البركات المهمة جداً لأن الإنسان إذا كان متلبس بالذنب في كثير من الأحيان يعني يصعب عليه الرجوع عنه وإذا كان والعياذ بالله متلبس بذنب النظر إلى الحرام قد يكون يصعب عليه التوبة متلبس بذنب يعني أكل مال الحرام متلبس بأي ذنب من الذنوب فالذكر يساعد على التوبة يعني الذكر يقعله يستشعر قربه من الله تعالى وبالتالي يفر إليه ويفر من الذنب ويفر إلى الله تعالى فمن بركات أو من فوائد الذكر لإعانة على التوبة الإعانة على التوبة والرقوع إلى الله ثم من بركات الذكر أيضاً سهولة الذكر يعني داي إنسان يذكر ربه يسهل عليه الذكر بعد ذلك لكن إذا كان إنسان غافل وواقف عن الذكر ويبدأ في الذكر يحس إيش بصعوبة في البداية لكن إذا كان من الذاكرين الله كثيراً دايماً في ذكر إذا توقف عن ذكر يستشعر يشعر بوحشة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر